أهلا بكم يهدد التلوث والأهمال والصيد البحري غير المشروع التنوع البيئي الذي تمتاز به جزيرة فروى الليبية في مدينة الزوارة التي تبعد 15 كم عن الحدود الليبية التونسية وتتعالى أصوات نشطاء البيئة لوضع حد لهذه الممارسات ولإنقاذ هذه الجزيرة الشهيرة بمناظرها الخلابة وطبيعتها الساحرة وبئتها البحرية وأثارها التي تعود للفترة الرومانية سكان جزيرة فروى الليبية الساحرة يهددهم إهمال الإنسان أول الضحايا سلاحف الماء والنحام الوردي وتسع وعشرون نوعا آخر من شتى أنواع الطيور الجزيرة غير المأهولة أبعدت عن التنظيم المدني والمنارة التي شيدها الإيطاليون في العشرينيات تقف وحيدة متداعية والآثار متروكة للريح بها بحيرة تسمى بحيرة الكسير تاريخيا عطرة بداخلها على مقابر تأول الفترة الرومانية وعطرة على أفران هذا الاكتشاف اللي هو الهام جدا لأفران الرومانية كبيرة الحجم يوجد متلها فيها عين شرشارة في ترهونة مياه نقية ورمال ناعمة تمتد على مساحة أربعمائة وسبعين هكتارا ينتشر فيها النخيل البري يزورها العشرات من السياح المحليين اليوم تاركين وراءهم مخلفات الرحلة أما عمليات الصيد الكثيفة وغير المنظمة وغير القانونية فليست أكثر ما يخيف المدافعين عن فروة هذه الجزيرة حقيقة تعرضت بالعديد من الاعتداءات البيئية سواء كان منذ أكثر من 30 و40 سنة عندما أقفلت المحيرة التي كانت تسمى بالخراجة للمصنع أبو كماش هذا المصنع للبيت الكموي وهو يعتبر كارتة بيئية حقيقة على المنطقة بالكامل الجماعات البيئية لا تقف مكتوفة الأيدي تثقف الصيادين بالشراكة مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة بانتظار الاستقرار وتطبيق القانون نحن ننشد السلطات حقيقة الليبية بفتح وإعادة فتح هذه البحيرة في مكانها الطبيعي ومجرعها الطبيعي هناك طبعاً مجهودات من بعض جمعية المجتمع المدني إنقاذ هذه الجزيرة بإقامة حقيقة حملة تنظيف وحملة توية في هذه الجزيرة تفعيل قوانين الصيد وإدارة المحمية وتدريب وتوعية المواطن والتحكم بسير القوارب إجراءات يجب اتخاذها كي تعود فروة ملاذاً طبيعياً وآمناً للجميع نرحب معنا من ترابلوس بالمكي العجيل وهو مدير إدارة المحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة أهلاً وسهلاً بك معنا إذن لجزيرة فروة أهمية تاريخية كبرى لكن التخوف الأبرز اليوم هو على مستقبلها خاصة في ظل خطر الغمر في حل لم تتخذ الإجراءات الضرورية المطلوبة كيف تراقبون هذا الواقع وانعكاساته؟ بسم الله مساء الخير لكل مشاهدي قناة العربي في البداية جزيرة فروة أو محمية فروة تقع في الساحل الغربي لليبيا هي جزيرة خالية من سكان وهي أكبر بحيرة على الساحل الليبي مساحتها تصل إلى 450 هكتار تصنف فروة كمحمية بحرية من 2009 أصبحت أحد المحميات البحرية اللي هي في ليبيا بالإضافة إلى محمية عين الغزالة في الجزء الشرقي لليبيا لدينا محميتين إذن محمية فروة خبرنا عن محمية فروة وعن الخطر الذي يهددها لو سمحنا محمية فروة طبعا في البداية كان فيه ضغوط كثيرة عليها لكن مع جائحة كورونا أقل الدغط على المواهل البحرية اللي هي موجودة اللي هي تتميز بها محمية فروة من منطقة مد وجزر وكتبان رملية بحرية بالإضافة إلى شواطي رملية هذه البحيرة وهذا التنوع أعطى لمحمية فروة الأخصية أنها تكون مكان لتعششت وتكاتر وتغدت بشكل مطلوب واليوم هناك خطر كبير على هذه الجزيرة وعلى مستقبلها من هنا سألتك عن تقييمكم أنتم في وزارة البيئة عن المخاطر التي تحيط بهذه الجزيرة كيف تراقبون كل هذه المخاطر؟ نحن نراقب كوزارة بها للمحمية بصدور قرار لإنشاء محمية بحرية اللي هي محمية فروة نشتغل الآن مع السكان المحليين وجمعيات المشاعل المدني الناشطة في محمية فروة في مشاريع لحماية هذه المحمية بالتعاون مع منظمات دولية كصندوق الشراكة للأنظمة البية الحارجة CBF وصندوق دعم الطبيعة للتحديد دولي صون الطبيعة وصندوق دعم الطبيعة WWF للوقوف بجدية اتجاه هذه التجاوزات والتحديات سيد المكة لو توضح لنا ما هي ززيرة فروة ما هي هذه المشاريع التي تعملون عليها خاصة أن التلوث ومن خلال مجمع الصناعات الكيميائية يهدد بالفعل المنطقة والجزيرة ككل ما هي المشاريع التي تتحدث عنها ويعني الأهمال تراكمة لعقود من الزمن البعض يقول أن الإجراءات لم تتخذ حتى الآن رغم أن الأعمال القتالية توقفت في البلاد لو نتكلم على المجمع الكيميائي المجمع الكيميائي متوقف ليه سنوات من 2008 أو 2009 متوقف عن العمل الأعمال اللي نقوم بها أنه هو أنت من يكون فيه محمية بحرية لازم تدير لها مخطط إدارة باش تعمل عليه تنظيم الزيارات زيارات تنظيم الصيد لازم يكون عندك منجمة بلان خاص بالمحمية وهذا يتأتى مع إدماج للسكان المحليين داخل المحمية إذا كان السكان المحليين والجمعيات التي هي ناشطة في مجال البيع هي التي توقف إذا كان فيه تجاوزات لكن في السنوات الأخيرة ما أعتقدش التجاوزات قلت نسبة التلوث قل المحمية أنشاء لها قرار حاليا فيه لجنة إدارة تشتغل على تنظيم العمل تاخل المحمية وزارة العمل تفتخر بوجود جمعيات بيئية كجمعية بادو ومسيدة في زوارة وهي حاليا تشتغل على مخطط إدارة منجمة بلان لمحمية فروة الليهدية أصدر لها قرار في 2009 كمحمية بحرية وهي موجودة من ضمن شبكة المحميات البحرية الدولية في المدبان أحنا كوزارة بيئة نسعو أنها تكون محمية فروة من أحسن المحميات اللي موجودة على المتوسط وتربط حلقة واصل ما بينه وبين دولة تونس تبدأ محمية واحدة أحنا وتونس أشكرك جزيلا شكر من ترابلوس المكي العجيل مدير إدارة المحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة أعود الآن إلى ريمة تستكمل معكم بقية فقرات هذه الفترة الإخبارية إلى الكريمة